السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله كما دي تشوفوا معنا هادي نحيدو هاد القبص هادا سليما اللي هادي حيدونا صراحة ما خدمت شي حاجة وانتم ما دي تعرفوا السبب وقبل ما ندوزلت شي هادا نقولكم عليش درنا القبص وعليش درنا نحيدوه لانه ضروري التوضيح كي اللي كي يبلو وراحنا غير كنضيعو كنديرو الحاجة وكندمو عليها حيث زعنا كنتصرعو ولا شي حاجة ولا كيلا خاصكم تعرفوا الاسبب حقيقية باش صرفوا علاش المهم نهار بغينا نسقفوا السقف من الدخل كنا بغين الخشب كنا صراحة بغين الخشب من الاول ولكن كان مكلف جدا كانت الامكانية ما كان ينش يعني ما كانش من غنجيبو الفلوس وكان ضروري اننا نغلفوا بشي حاجة علاش لان في الفترة ديال اشتاكلها كي بدي قطر هادا كلباش يعني كي يولين دا وكي بدي قطر علينا وكي تولين دنيا كل هفزق الداخل وكان ضروري اننا نلقوا شي حل وبما اننا ما قديناش نديرو الخشب وكان ضروري نديرو شي حاجة فكرنا في القبص هو اللي كان ارخص حاجة لاننا تقريب ان الخشب ضعف ديال القبص في الثمان شي ثلاثة المرات او تقريب ان ربعات المرات هاداك شي علاش قلنا غادي نديرو وصافي معنش نفكر وقاعف الخشب نهائيا لكن من اللي درناها التوسع هادا كي ما كنتشوفو داك الترقعة ديال واحد جيها مرقعة بالخشب وواحد جيها فيها القبص فكرنا اننا نديرو لامات رقاق ديال الخشب ونلسقوهم فوق من القبص ولكن السبب اللي خلنا ما نديرو شاكاك هو ان القبص لاحظنا انه مبوط شوية من الوسط يعني ولا كي يجر الحديد من الوسط يعني بحلق وتوجي مقوس شوية وقلنا ايلا مشي نزلنا عليه الخشب غادي زيدي اتقال على السقف هذا كشي علاش في الاخير قررنا اننا نحيدوه فيه تمارا فيه بزاف ديال تمارا لان سليما اللي تكلف به صراحة كنا عدنا السعب نبي بش يجي يعاون سليمان ولكن ملي القسل من هاد الفكرة هاد سهل انه كياخد السطوز وكيقطع دوك السماطي وكيحيد بطرف بطرف هذا كشي علاش راح في الاخير قرر انه يحيدو بوحدو بالنسبة لي هنا ما خدمتش معهم هذا النهار الثالث ما كان ديروالو قصحت في ظهري بزاف كنت بغى نهزز ذاك الفراش كنت بغى نهزز ذاك الفراش كنت بغى نهزز ذاك الزيت وصالون يعني اللي كان تقال تقال بزاف وكنت بغيت نحيدهم من هنا باش يلقى سليمان هو عبد نبي ديك السعر فين غادي يحيدو هاد القبص ولكن جبتها في ظهري تقطع لي اللحم في جوجو بلايس يعني في الظهر التحت و بالكتاف وهاد شي يقصحني بزاف لدرجة انه ما كان قادرش يعني حدي كان وقف وما كان بغيش نبقى قلسة بزاف لانه يلقيت مجبدة اولى قلسة كانت تعقر يعني كان بدا نتحرك وصافي عليك شي باش قلت غادي نعطي الراحة الراسي باش ان شاء الله هاد الخشب هادا كله ولي كتشوفوه اغسي نعود انا اللي غادي نحكوه كامل وليسي مزيان لانه ما تلساش مزيان مع الاسف خاص ضروري ندوز عليه الكاغيت الحرش كامل وهنا كما كتشوفوه سليمان وريم راهوما اللي كي يحيدو هاداك القبص حاليا راهوما راهوما غير على برا باش ان شاء الله غادي نبراشي شوية غادي نحيدو هادا الارضي هادا كاملها اللي درنا بالخشب وغادي ندفنوه تم مايا لان ما عدناش في نديرو هادا بعد الردم هادا ما يقدرش لوحد يديه لغابة او اللي يديه لشي بلاصة لانه ركشي ممنوع وصراحة مزيان الى منعوال الناس ما انهو ميرميوش الردم هكالا فسميزو في الغابة لانهو كيضيعو لوحد يلقى الحل صراح هذا القبص هادا كنت نقول له كان ماشي مكون كان تراب او لا ما يطعم ولا شي حاجه كان ممكن انا نديرو في كين فلغايس فين غا نديروه لكين اكم عارفين القبص كي اثر على الشجر ذاك شي اللي نحاولو مامكن ندفنوه هنا يا اه يعني في ذاكل الخانات اللي كنا صاوبنا ديال الحديد وصراحة شليكين موايما نحاولو نقول لكم ذاك شليكين لانا كيما اقول لكم كيلا بعض اللي ما متبعناش من الاول او لا كيشوفنا كنبتلو شي حاجه كيقول راحنا عدنا الفلوس وكنضيعو ويرا بالعكس راح قلت الفلوس هي اللي كتخلينا نزربو نديرو شي حاجه وفي الاخير كلقوها ماخد داماش وكيما كتعرفو ملا بازر مدرناش لحديد القاش مثلا فصحيح وكل شي لانا راح كان ذاك الشي ما قادرينش عليه يعني راح قلتلكم هادش دائما لانا كينيما ما كيسماعش الفيديو مزيان وكيبش يكتب لي التعليق ويقول لي صابوا دقة واحدة صابوا بطريقة مزيانة ما عارفينش بيالي راح ذاك الشي اه الميم احنا كنمشو على قد المستطع لانا هادش اللي اعطى الله المهم ما عليناش الناس اللي متبعين من الاول ما عارفين وعارفين الضروف وعارفين علاش اصلا زربانين وعارش ما نستقروا هنا دغيال المهم را كل شي راكم ما عارفينو واللي ما عارفينو غادي ارجع الفيديو هاد السابقة وغادي اعرف الاسبام بلا ما نبدأ نعودهم كل مرة صاف هادش اللي كين المهم صقف صراحة كان وكل بزاف هاد السقف هاد السقف ديال الفيديو اللي متبعين قريبا ااام ايام اشي خمسين سنتين في جيال اخوان او قريب شوية اشي ربعين وغادي وكتقلال ام المهم لانا احنا دائرين في الاول ثلاثة مترو بين السقف و بالأرض و الجهة الخورة ستضع و كتميل حتى وصلت قريبا ثلاثة متر و نصف و دا ما مع ذاك البيت اللي يزدنا يعني كملت الميالا ديال الدار سبعين سنتين الميال ما علينا ش غادي نحاول ما امكان ان شاء الله نقدو داب هاد شي الحاجة اللي يحلينها ما غاديش نزربو عليها حتى نقدوها داب الحمدلله منقاش نداب الزاف لان كما قلت لكم هاد الفترة هادي من السنة و تقريبا ان ابن سليمان معروف هاد القضية هادي تيكون دا بزاف 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 بل ما كانش اشتاك يكون داو هادا كواه السبب ديال الخضرية اللي كنتشوفو فالمالكش بش كي يسميوها المدينة الخضراء و كما قلت لكم مرا كنقولوا بحلالها سكنين في الحمام تدابا غادي نحاولو نصبرو على هاد الباشا دا اعلم البراشي شويا هادي ان شاء الله غادي نصحشي شويو غادي نبدأ نملس الخشب باش النهارات اللي غادي يكون فيهم سليمان غادي نبدو نلسقوه و طبعا عندما بتشوفو الطريقة ان شاء الله كيفاش غادي نصقوه باش يجيو مزيان ومقد باقي خلاص بزاف ديال البليسات غادي نرقعوهم و مراكم عارفين نشوفو فش عيدنا السقفراء واللخاء و اذاك الفوق يعني ما مدرنا شوية الخشم و دا بغادي نحاولو ان شاء الله نديرو الفرشي حتى في السقف غادي نديرو الفرشي لانا كما قلت لكم فش درنا القبص السيد اللي كان غادي خدم القبص قنب لما تديرو الفرشي لانا اصلا ما عندوش فين يدوز باش نخصو غادي تعدم مع الفرشي باش يبدو يديرو الصماطي اللي هاديش فيهم القبص هاداك الشي علاش دابا غادي نديرو ان شاء الله و نحاولو نديرو ذاك الشي مزيان باش غادي نفينيو ثقف نهائيا ونتهنو هنا يا اف واحد الفترة قلنا او ما نعرفوش عندنا باش نديرو ثقف قامل و لكن الحمد لله ربكي سهل كنا غادي نديرو ثقف غادي الصالون و الكوزينة كنا غادي نخليوا لها القبص ديرها لاناو ما تقترش ولكن في الاخير ليجاب ربي رزق غادي نديرو ثقف كامل نيتب الخشبون تهنو كامل يعني سواء الزيادة اللي ازنا او لا هاد الجهة كاملها ان شاء الله و صافي مازال كي ما قلتكم هات شي كلو غادي نحاولو نفينيو اذاك لا يعني الحيط اللي طالها ذاك الموبل ييت فينا ويقول لي مقادل و ما يمدك شي كلو ان شاء الله غادي نقاولو الحلول كينينا كين بعض الاشياء اللي خاصوا مع الوقت عن قدروك نخليهم بتال العطلة انما بعيداش بزاف العطلة باش توصل ان شاء الله ما يمقادي نحاولو لانا دائما سليما ما سيكونش لكم عارفين شي عشية اللي ما كيقريش كيجي يرى كيتغدير تاحد كم بدوا الخدمة اه مويم الحمدلله احنا قاعدين وحاجة بحاجة حتى نكملوا اه هنا كما كنت شوفوا غطينا الزاج لاننا جا سي عبدالنبي باش قطعنا اه واحد الحديدات كانوا شي طين خصدها بحيت نبغون فيني وعلى الصقف ما يكونوش شيدو توقات او لشي حاجة خارجة اهنا او اللعنة خصا ديال الحديد لانا قاعدينو حلو معا ما نقدروش نقطعوها لكن هو جا ورا هنا نقات قريبا كالحويجات اللي ممكن يديرو لنا المشاكيل وان شاء الله كيما بتلكم حل دبال حديد داك القطبان اللي كاتشوفوا زادهم باش يشد فيهم القبض خليناهم لانا ما عندهم ماشي مشكلة انا وحيدهم دا بتشوفوا كي غادي تديرو ان شاء الله باش غادي نفيكسيوا واحد الخشبات اللي غادي يشد فيهم الخشب اللي غادي الفينيسيون ديال الصقف وطبعا هنا كيما كتشفوا هاد البانضا هادي اللي هي كانت ديال الكوزينة بسيجور في الاول عادي زدناتك الجوز الاخر هادي هادي تكاشة ان شاء الله ودي تولي بحدو كل البودرات ديال الخشب انا غادي نخليكو مشيتصور باش تفهمو لانا غادي ندير واحد الشكل اللي هي اللي بودرات غادي هادي هم غير كاش ماشي خشبات وغلاط غير هما كيكون بحل كاش كيتصاوبو كيكاشي لكشي ولي ما غادي يجي ان شاء الله زوين في الاخر الحمد لله نحنا غادي قد قد قب وان شاء الله كhart شى اللي سي vorbei اخده اه raised سوف نحاول نفعل كل حاجة جيدة و لا نعوده نحلوه و صافيات الشيء اللي ينبقى سليما نغير ذلك صماتك راكي حيدهم باش ان شاء الله سوف ننقطعنا الخشب و نوجده و طبعا سوف نحكي ذلك الخشب اللي في الأرضية اللي محطوط في الأرض يعني دي الأرضية و دي الثقف سوف نبدأ بدي الثقف أول لول نحكيه مزيان و نشوف الشيء من اللون باش ان شاء الله كل شي مزيان إذا ما يجي مزيان هذا الشيء اللي كان هذا النهار نتلقى و ان شاء الله غدا و نتمنى نصح شوية باش نقدر نخدم و ما نخليش هاتش يمرون يلا هاته الله و ليفرسكم و شكرا دائما على كلام الزوين بسلام عليكم